أعلنت الحكومة اليوم عن اتخاذ تدابير استثنائية جديدة بخصوص تنظيم مباريات التوظيف وانتحانات الكفاءة المهنية وقال الرئيس الحكومة سعد الدين العثماني في منشور أعلنت الحكومة اليوم عن اتخاذ تدابير استثنائية جديدة بخصوص تنظيم مباريات التوظيف وانتحانات الكفاءة المهنية وقال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في منشور له اليوم الأربعاء أنه يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تنظيم مباريات التوظيف في حدود المناصب الشاغرة المخصصة لهذا الغرض وكذا إجراء امتحانات الكفاءة المهنية على أن تتم برمجة تسوية وضعية المترشحين الناجحين برسم ميزانية 2021 ويقول العثماني أنه تعتبارا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف مناطق المملكة والتي تستوجب تكييف تدابير وإجراءات تنظيم هذه المباريات والامتحانات وتدبير مختلف المراحل المرتبطة بها بسلاسة والمرونة اللازيمتين فقد تقرر الترخيص بصفة استثنائية باعتماد اختبار كتابي واحد لكل مبارأة أو امتحان مع إجراء الاختبارات الشفوية حضوريا وعن بعد إذا اقتضت الضرورة ذلك شريطات للالتزام بمبادئ المساوات والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ودع العثماني إلى تدبير هذه المباريات باستعمال الوسائل الرقمية والأدوات التكنولوجية المتاحة اعتبارا للظروف الاستثنائية التي ستجرى فيها هذه المباريات والامتحانات وبرر رئيس الحكومة هذا القرار بالسعي نحو تلبية حاجيات المرافق العموميات من الموارد البشرية وتحفيز العاملين بها وضمان تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين وكانت الحكومة قد أعلمت في شهر مارس الماضي عن تأجيل تنظيم مباريات التوظيف وامتحانات الكفاءة المهنية ترجمة نانسي قنقر